أكد سليمان واهدان عدو مجلس إدارة نادي الزمالك والمكلف في رئاسة النادي حاليا أن مرتضى منصور سيعود إلى مقعد الرئيس بعد انتهاء عقوبة حبسه لمدة شهر مشيرا لأن القلعة البيضاء تواجه أزمة مالية طاحنة تمنعها من أداء التزماتها وقال سليمان واهدان هناك مجموعة من أصدقائنا آموا بزيارة مرتضى منصور وأطمئن الجمهور هو الآن بصحة جيدة وأضاف قولا واحدا وبلا جدال سيعود مرتضى منصور إلى مقعد رئيس النادي بعد شهر من الآن وذلك بعد انتهاء العقوبة المقيدة لحريته وتابع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك يتعرض لضغط كبير في الوقت الحالي لذا يجب أن نلتمس له العذر وأردف مجلس الإدارة يدعم أمير مرتضى ويؤكد وجوده في منصبه وسبب غيابه عن التدريبات مؤخرا هو زيارة والده بجانب شعوره بالإرهاق بعد عودته من رحل التونس ولا صحة لما يتردد حول استقالاته وأستمر واهدان في حديثه نواجه مشكلة كبيرة ونعمل في ظل ظروف صعبة بسبب الحجز على أرصدد النادي نحن مطالبون بدفع مبلغ كبير لحجز فندق لفريق الكرة قبل مباراة بيرامتز كما أننا وصلنا إلى موعد دفع رواتب موظف النادي وأكمل تلقينا مبلغ ماليا من بيع إمام عشور لكننا لا نستطيع فتح حساب لاستقبال هذا المبلغ ولا نريد ارتكاب أي مخالفات مالية أو قانونية لحل هذا الموقف واختتم واهدان تصريحاته قائلا مباراة الزمالك مع التراج التونسي في دورة أبطال أفريقيا ستقام على ملعب برج العرب أو الدفاع الجوي وحتى الآن لم يتم تحديد عدد الجماهير التي ستدخل المباراة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر